لأن القضية الصراع الموجود في ليبيا من حيث المنطلق ليس صراعا بين ليبيين على السلطة أو على تركة القذافقة كما قد يتوهم البعض بل أصلا حتى إسقاط القذافي جاء في إطار مشروع جيو استراتيجي حقيقي للمنطقة ولعبت فيه عدة أطراف وتدخل حلف الناتو وأسقط القذافي وتم قتل القذافي في أكتوبر 2011 على كل حال ليس هذا موضوع تصريحات تبون يعبر عن مواقف الدولة الجزائرية في المشهد الليبي وموقف الجزائري واضح أولا عدم التدخل في ليبيا إلا للمساعدة ثانيا أن الخلاف هو ليبي ليبي ويجب أن يعالج في هذا الإطار الليبي ليبي فقط من دون تدخل خارجي الأمر الثالث أن الجزائر هذا قالها في خطباته في كلماته في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال أن الجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا أحب من أحب وكره من كره ولن تقبل الجزائر أبدا بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي أنا قلتها ونزين قول حاجة ما تندر في ليبيا بلا بينا لن تقبل بإبعادها من ليبيا ولن يحدث أي شيء في ليبيا من دون الجزائر هذا أمر مفصلي أيضا الحياد الموقف الحيادي مع أطراف النزاع في ليبيا فالجزائر تقف بمسافة واحدة بين حفتر والسراج وأيضا القضية ليست في حفتر والسراج فقط القضايا ستتفجر لاحقا لأن هناك أطراف أخرى مازالت منسية ومازالت بعيدة أو لمازالت حتى هناك أطراف لا تملك القوة الكافية أمر آخر أن الجزائر لا أطمع عليها في ليبيا ولا من حيث الاقتصاد من حيث النفوذ من حيث الجانب الجيوسياسي وهي الثلاثي المثلث أو زوايا المثلث التي ذكرها الرئيس عبد المجيد تبون في أحد حوارته لا اقتصادية ولا جيوسياسية ولا تعنوفود ولا غيرها أن الجزائر مباشرة بعد تنصيب الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحركت في الملف الليبي شهدنا عدة زيارات السراج زار الجزائر وزير الخارجية الجزائري زار حفتر والتقى حفتر في بنغازي وزارة رابلز وتوجى كل هذا الدور الدور الجزائري أيضا توجى بهناك نشاط آخر دولي حضرته الجزائري يتمثل في مؤتمر برلين مؤتمر برلين الذي خرج بتوصية أساسية وركن أساسي في التعامل مع الشأن الليبي أنه لا حل عسكري الحل السياسي بين الليبيين من دون تدخل عسكري ترجمة نانسي قنقر